تحديث لي كابتن أيمن وتحديث لي نجوبك الكبار الكابتن شفاء بنعم والكابتن مار همام كابتن نصم عرابي وكابتن عبد العبر الرحمة مبركة لنادي الأهلي ومبركة كويسة ومبركة جيدة وهرت لك لنادي السلام كابتن أيمن قبل ما نروح للحالات ونتكلم في الحالات أنا حسأل سؤال بس يا ريت حضرتكم يعني حد يرد عليها فيه وهو ما فائدة تطبيق تقنية الظهر تحقيق العدانة دين مرة واحد ايه ثانياي كابتن قايمان مشاعدة الحكم في النهاية تحقيق العدل يعني هو تعامل للفاري كابتن قايمان لتحقيق العدل التحكمية في القرارات الحاسمة والمصيرية اللي ممكن فريق يخسر تلتة بونت وهكذا الي بقى الفار ليه دور كبير جدا جدا في انه هو ممكن بكرار خاطئ يضيع تلتة بونت وهكذا فاحنا نقول تقنية الفار النهاردة كابتن شريف النهاردة منعت أو يعني هناك هدف صحيح للنادي الأقلي تم إلغاؤه عن طريق تقنية الفار وأنا مش هقول كلام من عندي أنا عندي ثلاث حالات حساشت بهم الحالة الأولى اللي هي كانت الخطوط اللي اتعاملت من طريق الفار حالة الثانية اللي هي الحالة اللايف كنت نأيمن اللي هي بالشكل كده والحالة الثالثة اللي الأخوة هنا عملوها بالخطوط ثلاث حالات أنا حساشت بهم من ضمنهم حالة الفار اللي هو عملها فمن خلال الحالات الأول هنقول تقيم التحكيم وهنروح لحالات اللي هي الصورة دايما هي الصورة ما بتجدبش كتنا عادة تقيم التحكيم النهاردة الكابتن محمد يوسف هو حاكم البراء من منطقة الغربية مساعد رقم واحد كان أحمد حسام طه من منطقة الكاهرة الحاكم الدولي وعندنا المساعد رقم اثنين هاني خيري أيضا من منطقة الكاهرة والحاكم الرابع أحمد صالح من منطقة الإسماعيلية عندنا عالفوار كان الكابتن محمود السوق عالفوار وكان الكابتن أحمد حمدي من منطقة البحيرة هنروح للحالة الأولى ونشوف هنا حالة من الحالات المهمة بنشوف هنا مساعد رقم واحد أحمد حسام طه هنا لحظة التمرير الكابتن هنوقف هنا هرجع ثاني هرجع ثاني هقف لحظة التمرير وهقف هرجع ثاني بعد إذنك ماشي نمشي نمشي نقف نقف رجع ثاني بس من هنا ماشي هنا حالة من حالات التميز للحكم مساعد رقم واحد هنا أمر باستمرار اللعب مش بنجيب بس تسلم لكن بنجيب حالات الإيجابية للحكام عشان إن حدش يقول إن إحنا هنا جايين نجيب السلبيات إحنا بنجيب الإيجابيات والسلبيات كابتن عادل هنا طبعا تميز لحمد حسان طه بالإشارة باستمرار اللعب في الحالة الأولى نروح له الحالة اللي بعد كده يلا بنشوف يلا ماشي 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 هنمشي هنا هنا هرجع بس من لقطة الليف وإنتوا حضراتكم بكلكم لعبتوا كور هنمتكلم هنا كم لعب رحمة ركاته كم لعب أحد سبعة سبعة في التلتة الهجومي صحيح احنا بنكلم بالواقع يعني المفتوحين ورد يهجم يعني ورد الدنيا مفتوحة تماما وبعدين تقول لي حتى لو أنا تلتة على أربعة عندي إمكانية وقوبش هنروح وعدي هعمل بس يمين بس شمال هعمل دريبل هعدي لما يبقى سبعة هنا هنمشي دول نتيجة شف ري شف هنمشي ماشي هنمشي هنمشي يلا تمام شنا وهنا سبعة مضروبي ستوب ها دي أنا هنا بعمل حاجة اسمها كونتر أتاك صح صح أنا ما يخليش اللاعب يرجع يعترد ما هو عنده حق هو بيعترد ليه ما هو ما خدش حقه اللاعب هنا عنده ثقافة كتن أيمن الشناو هنا عنده ثقافة أنك انت عطلت لللاعب وبالتالي بيعترد صح انت حتى تسبت اللاعب اللي هما كان مفروض ياخد انذار وروح تديت لاعب الشناو انذار طبعا هذا الكلام طبعا أنا أقول محمد اتحكم محمد كبير ما كان يجب عليك انت هنا في اللحظة دية خلاص هنا يسا 7 مواجمين هترد تعمل هجمة وده تبقى ان القانون تعطيل ليه الهجوم الوعد يا كابتن أسامة وما كان يجب هنا انذار ليه الشناو حالها بعد كده هنا بنشوف زوال عكسية برضاك بتأكد ان احمد حسام طه هنا هل هناك تسلل ستوب بلاحظة التمرير طبعا اللاعبة هنا متغطية يا كابتن هنا عندنا لاعب اهو احمر ولاعب هنا احمر مغطي وهنا يستمر اللاعب مفيش اي شبه تسلل ولا هدف هنا هدف سليم هنا تمام ونروح جون والهدف سليم والفرع عمل كونفيرم على الهدف وبالتالي هنا بشيد بالحاكم المساعد احمد حسام طه في الحالة يمكن التانية او التالتة نروح للحالة لبعد كده حالة من الحالات المهمة انا حتى باللايف هنا كابتن انا بس عاوز حد يعني احنا مش هنجامل حد انا هنا شايف هنا بوس كابتن هنا الرجل الشمال واضحة جدا جدا هي مغطية تسلل يعني هنا بما هنا في المرعب صعبة وانا بقول احمد حسام طه يمكن صعب عليك ولكن انت هنا تقنية الفر وانت درك ايه صح ما انت درك في الحالات الحاسمة والقرارات المصرية في حالة زي دي هدف انا شايف هنا الخط بتاعنا هنا مبين ان اللاعب انا برجل الشمال مغطي الحبس لو احنا رحنا في اللايف حنلاق ان اللاعب رجل الشمال مغطية اللاعب شفنا الحالة اللي هم الفرع عملها للأسف الشديد الفرع عمل حالة والحالة اللي عملها الفار مبينة ان اللعب نادل اهلي جاي من تحت وان اللعبة تسلمك مغادرة. تلات حالات. اطعوا كده في الفار. يعني عملوا الخط ضبطك في الفار وبصوا على اللعبة كتنا. تمام. انا انا بتكلم اكتب ان احنا عندنا تلات حالات التلاتة. قرأ دي يا كابتن تضايع ماتش والضايع بطولة. ده اللي احنا بقول له انا سألت السؤال اللي كانت نايمة. هو خمس داقي بيكلم الحاجة ما عايز اعرف بيقوله الحاجة التانية يعني اذا نهار دا حياتك خطت تقريبا تلات دقايق ونص ما بين تلات دقايق اربع دقايق. في اه اللعبة التسلل اكماعا الكلام دا مش موجود. اعتقد في دورات الخمسة الكبرى. الحالة التسلل ممكن بتاخد تلاتين ثانية كتنا. ومع ذلك برضك القرار تلع قرار تلع خاطر. انا سأفين هنا هدف صحيح تم الغاءه بالخطأ من طريق الظار. وزا ما قلنا اه يعني عزائي ان النهار دا نادل اهل الكسة بكة اه شريف. ولا اخطاء التحكمية لم تؤثر في نتيجة المورة. ربنا ما يحبش نروح للحالة بعد كده. هنا حالة يمكن هنا الكل اعتقد ستوب. ستوب. هو الكل اعتقد ان هنا اللعب نادل اهلي هنا جاي من تسلل. ايه بس جاي من خصم. امر باستمر اللعب. تم اعكدنا ايمن. هلنرجع تاني نشوف مين اللعب الكورة. هل فيه ولا ما فيش نرجع تاني. هنا اللعب المتعمد. مزبوط. من اللعب سراميكا. وبالتالي حتى لو انا كنت في موقف تسلل. انا من الحق ان انا استفيد باللعب. بشيد باحمد حسام طاق في الحالة دي انا هو كان مركز. ايه. واي مساعة كان ممكن يرفع. مزبوط. تمامك بشريف. مزبوط. ولكن بنقول في النهاية من فضلكم. من فضلكم. تقنية الفار اه اتعملت عشان خاطر تتحقق العدالة التحكمية. اه ارجو ان الحكام تركز شوية كابتن ايمن. وتمنى توفيل للحكام. لجنة الحكام بتشتغل. بتشتغل بامانة. وبتشغل مع الحكام. ولكن لجنة الحكام مش هتنجح لوحديها. غير بالحكام اللي موجودة في الملعب او في الفقر. واحنا ما مطلوبش غير حقنا وبس هكافت بالزاتي. الله ينور عليك يا داو. نشكرك شكرا يا جزيلا. كابرنا التحكمي. الله يخليك. كابتن ناصر عباس. الف شكرا يا كابتن ناصر. هدتنا انت التحكمية يا عزيزي المشاهدين بنصر النهاية للستوديو التحليلي. النهاردة لمباراة الاهلي وسيراميكا كيلو باترة والتي انتهت بفوز النادي الاهلي. اتنين سفر. الف مبروك. للنادي الاهلي. وبالتوفيق دايما ان شاء الله في المباراة الخادمة. بنشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهاردة. كابتن ماهر همام. الف شكرا يا كابتن نورتنا. وامتعتنا. كابتن اسامة عرابي. الف شكرا كابتن اسامة. شكرا لك عيبا والف مبروك وعبال المطارات الجاية ان شاء الله. كابتن شريف عبد ننعم. الف شكرا كابتن شريف نورتنا. الف شكرا كابتن ومبروك ومبروك الاداء والفوز بالسلامة. كابتن عادل عبد الرحمن الف شكرا كابتن امتعتناك العالم. اه الف شكرا كابتن بس بعد اللي الكابتن ناصر قاله انا زعلت جدا من من الفر يعني لما تكون فيها تعمد افتكر ان هي في حاجة غلط. هنصنحك ودي زعلتني يعني. لأ ان في حاجة غلط لانه الراجل اللي كان قاعد على الفرده مش المرة الاولى. ده اكتب المعليش. وشكر لكم ايضا اعزائي مشاهدين على حسن المتابعة وعلى امل ان نلتقي بكم مرة اخرى. والسوديو تحليلي اخر لكم مني. اطيب المنا واراك تحياتي.